خلونا نتحول بقى سريعا إلى أخبار القارة العجوزة منافسات التشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا بيشهد أمس مفاجأة من الآيار الثقيل بورتو البورتوخالي بينتزع تأحل مثير جدا من أرض يوفنتوس الإيطالي بيبلغ دور ربع نهائي رغم الخسارة 3 و 2 مبارح بعد انتداد المباراة للوقت الأكستر تايم الوقت الرضافي بنتيجة دي بينتهي مشهور يوفنتوس الإيطالي عند دور التمن النهائي لمصابقة دولي أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم الثاني على التوالي الفريق البرتغالي ببطل المصابقة لعامي 1987 و2004 فاز ذهابا على أرضي 2-1 حيضطر طبعا يوفنتوس إلى الانتظار موسم آخر من أجل محاولة الفوس باللقب اللي توج به أو آخر تدويج لي كان عام 1996 علما أنه خسر خمس مباراة نهائية وقتها عام 1997 و1998 2003-2015 وآخيرا 2017 طيب نروح بقى للصحف الإيطالية وأصداء خروج ليوفنتوس من المنافسات منافس الدور 16 لدور أبطال أوروبا تشامبينز ليج الصحف الإيطالية اتهمت رونالدو باتهم يعني عظيم جدا بالخيانة ألقت باللوم كمان على بيرلو اللي افتقد عناصر الخبرة خلال المباراة طبعا وفقا للصحف الإيطالية صحيفة مثلا زي لاجازيتا ديلو سبورت زي ما احنا شايفين بتقول كارثة أخرى في دور أبطال أوروبا الخروج من دور 16 مجددا وأضافت كيازة لا يكفي رونالدو يخيب الأمال والمستقبل مليء بعدم اليقين كمان صحيفة كوريرو ديلو سبورت قالت بيرلو غير مكتمر في أحلك ليلة اليوفانتوس كمان صحيفة توتوتو سبورت علقت وقالت ان هي ليس هذا يوفانتوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر